نجدد لكم التحية مشاهدين الكرام الإجابة الصحيحة الكاملة ذكر لفظ الزيتون في القرآن الكريم ست مرات ذكر في صورة التين والتين والزيتون أيضا ذكر في صورة عبسة وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وذكر في صورة النور في قوله تعالى دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية وذكر في صورة النحل أيضا وذكر في صورة الأنعام قال الله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرعة والزيتون متشابها وغير متشابه وفي آية أخرى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والزيتون متشابها وغير متشابه وفي أيضا أيضا مشتبها وغير متشابه في صورة واحدة صورة الأنعام هذه هي الإجابة الصحيحة الكاملة أيها المشاهدون الكرام ونهن الأخ الكريم على هذه الإجابة ختاما أقول لكم صحف طركم والسلام عليكم